اهلا بحضراتكم من جديد يعني كرة اليد في حتة تانية لعيبة كرة اليد في حتة تانية يعني بأمانة الواحد سعيد بالمستوى بتاع منتخب مصر لانه يعني حاجة شرف وكل العالم بيتكلم عن منتخب مصر وان هو بقى من العظماء اللعبة في العالم في وقت اللعبة اصلا كانت في التمانينات يعني بعيدة جدا منذ قدوم الدكتور حسن مصطفى وحط اللعبة في حتة تانية بنرحب بنجمينة هداف منتخب مصر في البطولة اللي فاتت واحد افضل الاجنحة اللي موجودة دلوقتي في مصر وفي النادي الاهلي برحب بنجمي احمد هشام سيسي اهلا بك احمد انا بحضراتكم ومسرر بحضراتك في البداية طبعا بقولك مبروك على الذهب لانه طبعا الهام ومبروك ان انت يعني اثبت ان انت لاعب من تراث فريد وان انت هداف منتخب مصر برصيب 19 هدف مظبوط ولا نغلطة مظبوط الله يبارك في حضراتك يمكن احب اتكلم دايما عن كواليس البطولة يعني الماتشاط شفناها كلنا وتابعناها على شاشات التلفزيون ولكن الكواليس يمكن البطولة كان قابليها بحر قبل متواصل وقبل البحر قبل متواصل كان فيه معسكر كلمني كده انت بالنسبة لك خدت راح اقد ايه بعد الدوري احنا ما خلصنا السيزن مع النادي الاهلي خدنا راح دوبك اسبوع اسبوع ونص ومع كده خدنا في معسكر مولك في المعادي بدأنا بقى المعسكر عشان استعداد للبطولة البحر المتواصل ربنا ما اكرمش يعني ان احنا ناخد دهب في البطولة البحر المتواصل بس كانت فترة اعداد كويسة عشان بطولة افريقيا ورجعنا مص ولعبنا بطولة افريقيا والحمد الله ربنا اكرم طيب انتو في البطولة يعني وانتو رجعتوا بقى بالبطولة المتواصل وبعد كده خدتوا راحة يوم او اتنين وبعد كده جمعتوا تاني عشان بطولة افريقيا الكلام كان ايه يعني هل أنتو كنتو حسين كالعيبة إننا ناخد البطولة ولا كنتو شايفين أن تونس الجزائي يعني كنتو شايفين البطولة زي ولا فيه ثقة دايما حتى إحنا العيبة كانت بيبع عندها لا إحنا رحين ناخد أنتو كنتو حسين كده ولا كنتو حسين ممكن تلاقيه نفسك نعم هو البداية جد من بحر المتوسط إننا كنا كلنا مستغربين إحنا ماينفع عشان إحنا نقصر وكانت صدمة للعيبة كتيرة أو كلنا برضو كانت صدمة لنا اللي إحنا ما خسرنا بطولة البحر المتواصل كانت الناس كلها رايحة متأكداً منتخب مصر هياخد ذهب فربنا ما أكرمش وأخدنا فضة فده إدنا يعني زي فرصة كده نحن نرجع حساباتنا تاني ما إن إحنا عندنا بطولة في مصر ما ينفعش إن إحنا ما نتخلش إلا بذهب لازم نطلع بذهب حتى عندنا منتخب تونس منتخب قوي جداً ومنافس شرس جداً منتخب الجزائر في ركوية جداً المنتخب المغرب بعمل مفاجأة حتى في بطولة أفريكا دي حتى المنتخبات الأفريكية بيبقى فيها لعيبة أصلاً كانت بتلعب في فرنسا ومنتخبات فرنسا كله رأس الأخضر وبييجي لعبوا مع المنتخبات دي فطبعاً كانت بطولة صعبة ووس الجمهور ده كل ما يكنشين فإن إحنا نقصر